يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب أقبالاً كبيراً من الجمهور الذين وصلت أعدادهم حتى اليوم السابع من فعلياته لنحو مليون ونصف مليون زائر وتتنافس العديد من دور النشر على تقديم عروض وتخفيضات لشراء الكتب بأسعار مخفضة وسط مشاركة أكثر من ألف ناشر مصري وعربي وأجنبي لأنه مقصد لعشاق القراءة من مختلف دول العالم يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالاً كبيراً من الجمهور الذين تنوعت أهدافهم ما بين شراء الكتب وحضور الفعاليات الثقافية والفنية المقامة على هامش المعرض ووصلت أعداد المعرض حتى اليوم السابع من فعلياته لنحو مليون ونصف مليون زائر بنتي بتحب الإراءة جداً وهي موجودة معي وهي اللي بتجيبني مخصوص فمعظم الكتب اللي بتجيبها أنا بحب أقرأ أنا لسه بدأ بالهيئة المصرية العامة للكتاب يعني ده حريص أن أنا بدأ بيئة أول حاجة حقيقي فيه كنوز الحقيقة وأسعارها تحفى بصراحة يعني المعرض جميل جداً وأنا بصراحة بحب الإراءة وده بصراحة أحسن مكان لي الإراءة المعرض الذي تستمر فعلياته حتى السادس من فبراير يشارك فيه ألف وسبعة وأربعون ناشر مصري وعربي وأجنبي يمثلون ثلاثاً وخمسين دولة وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض في نسخته الحالية كما تتنافس العديد من دور النشر على تقديم عروض وتقفضات لشراء الكتب بأسعار مخفضة حيث وصلت أسعار الكتب في الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى نحو خمس جنيهات لفت نظر النهاردة التنظيم يعني التنظيم كل سنة زيادة عن السنة الأبلاء تنوع طبعاً في كل فئات الكتب بحيث أن هي مناسبة لكل الناس الوجبات الثقافية التي يقدمها الناشرون في معرض القاهرة الدولية للكتاب جعلت منه مقصداً للمثقفين من مختلف أنحاء العالم خاصة وأنه يحتضن كل الثقافات حيث يعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم أحمد الحسيني التلفزيون المصري